قام غبطة بطريارك اللاتيني في القدس بيرباتيسة بات سبالة على رأس وفد من الأساقفة اللاتين بزيارة إلى المستشفى الميدان الأردني في غزة وكان في استقباله قائد المستشفى العقيد الركن صادق بني نصر وعدد من التواقم الطبية والتمريضية وفي كلمة له قال غبطته إننا نقوم بهذه الزيارة لكي نبين للعالم أجمع أن المستشفى الأردني يقدم دعماً إنسانياً وطبياً كبيراً لأهالي القطاع ومن جهته استعرض العقيد بني نصر الجهود والخدمات التي يقدمها المستشفى منذ بداية عمله في القطاع عام 2009 وحتى الآن معرباً عن شكره وتقديره لغبطة البطريارك والوفد المرافق على هذه الزيارة ومن جانبه وجه البطريارك بات سبالة رسالة محبة وسلام إلى جلالة الملك عبد الله الثاني والشعب الأردني على دعمهم التواصل للأشقاء في غزة والوقوف معهم في مختلف الظروف الصعبة ترجمة نانسي قنقر